موسيقى مساء الخير عن جديد بفقرة التغذية لليوم سنتحدث عن الأطعمة التي يجب إعطاؤها للطفل في السنة الأولى من حياته حيث يجب الحرص خلال تغذية الأطفال الرضع على حصولهم بما يكفي من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية وتساهم التغذية السليمة للأطفال الرضع في تقليل خطر إصابتهم بالأمراض كما أنها تعد ضرورية للنمو وتطور الصحي لهم خلال أول عامين من عمرهم إضافة إلى ذلك يساعد البدء باتباع العادات الغذائية السليمة في سن مبكرة لدى الأطفال على تطوير نمط غذائي صحي في حياتهم يعني محمد حتى الأطفال عندهم نظام وسعرات حرارية مو بس نحن مو بس نحن المنعاني من هذه راح جاوبنا على كل هذه الأسئلة والاستفسارات اختصاصية تغذية رولا علوش نرحب فيها بالستوديو معنا وسهل خير رولا مساء الورد أهلا وسهلا بما أنه عم نحكي عن تغذية للأطفال لابد أن نبدأ من موضوع الرضاع وأهميته بالنسبة للطفل خصوصي بالمراحل أولى من حياته جميل جدا بالحقيقة هو الرضاعة مفيدة للطرفين يعني للأم والطفل الأم أولا تستفيد بأنه بتحمي حالة من الكثير من الأمراض وخصوصا أمراض المرتبطة بسرطان الثدي بتخفف الأمهات المرضعات هنا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي تحديدا أقل بأربع أضعاف من غيرهم يعني فكثير هي بتساهم بأنه تحمي حالة رقم واحد رقم اثنين فعليا الأم الحامل ممكن تكتسب شوية وزن زائد خلال فترة الحمل فالرضاعة بتستهلك جزء كبير من السعرات الحرارية اليومية خاصة إذا عم تردع بالفترات الأولى يعني كتير عم تردع لوقات طويلة فهي بتساعد بتخفيض الوزن إذا عندها وزن زائد ورقم اثلاثة هي بتساهم برفع مناعة جسمها لما بتردع هي بالنسبة للأم بالنسبة للطفل أولا الحليب الأم هو غذاء متكامل نقي طاهر ما بحتاج لتنغلى المي ولا تتعقم الأنينة ولا أي نوع من أنواع الأمور اللي بتعمل للأم اللي بتردع للأسف بشكل صناعي فهو أمر كتير مهم نقطة تانية أن الحليب المصنع هو مفيد طبعا بحالات خاصة ولكن الحليب الطبيعي هو كامل الغذاء يعني البروتينات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسادة لا يمكن مثلا تتشابه تماما مع الحليب المصنع لذلك نحن منشجع جدا على الرضاعة الطبيعية لأنه هي مفيدة جدا للطفل حتى بتساهم برفع المناعة للطفل يعني حتى الأطفال اللي بيرضعوا من أمهاتهم على الأقل سنة مناعتهم على لما بيكبروا لما بيجاوزوا عشر سنين طبعا هي بتكون أفضل بكثير من الأطفال اللي ما بيرضعوا أبدا من أمهاتهم وآخر نقطة مهمة جدا بالنسبة للرضاعة الطبيعية هي بتعمل علاقة وثقة جدا وفيه علاقة حنان تربط الأم والطفل فهي يعني هذا الوقت مفيد جدا للأم والطفل والعلاقة بيناتهم نحن عم نحكي للمدار السنين مدار عام كامل لا هو أقل شيء منظمة الصحة العالمية بتقول أنه الست شهور الأولى لازم يكون في رضاعة طبيعية في بعض الأمهات بيعانوا مثلا ممكن الحليب يكون قليل ممكن يكون هي ما عم تتغذى بشكل جيد لذلك ما عم يجيها حليب هون ننصحهم بإدخال إذا ما في حليب أبدا يعني ننصحهم بإدخال للرضاعة الصناعية بس أنا بقول لهم دائما للأمهات إذا عندك ولو شوية حليب رضعي ولو يعني الحد الأدنى من الرضاعة الطبيعية بيكون أفضل أنك ما ترضعي أبدا وتستغني تماما عن الرضاعة يعني هذا مفيد للطفل أو للأرض حقيقة الطفل بالسنة الأولى شو العناصر الغذائية اللي بيحتاجها وبأي مرحلة كل واحدة جميل هلأ كثير بيختلفوا أنه نعطيه الأكل على الأربعة شهور ولا على ستة شهور في ناس بيقولوا لا بدنا نعطيه الأربعة شهور طب هو عب يشتهي هلأ فعليا منظمة الصحة العالمية بتقول على ستة أشهر نبدأ بإدخال الطعام ولكن في بعض الأطفال في بعض الأطباء والدراسات بتقول أنه بعض الأطفال ممكن يتقبلوا الطعام على مرحلة الأربعة شهور بهذه المرحلة العمرية نحن منميز كأهل هل الطفل هو عم ينتبه أنه هذا أكل هل فيه شوي قعدة بتكوينه الجسدي هل بدأ يقعد ولا لا هو ما كتير عظامه لسه لينة هل ممكن يمسك شي بإيه هل بيتلمض مثلا ما بيشوف أكل هاي الإشارات بتعطينا أنه ممكن يبدأ بتناول الطعام لكن إدخال الطعام بده يكون كتير بطريقة صحيحة وسليمة لحتى ما ندخل بمشاكل أهم العناصر الغذائية اللي بفترة الرضاعة نقول هي فترة من عمر ستة أشهر لسنتين خلين نقولها لعمر السنة مشان ما نكبر كتير المساحة هاي المرحلة بيكون بالبداية بده ياخد نسبة من الخضار يعني أول أول طعام بده يدخل على جسم الطفل من بعد الحليب ما هو الفواكه ما هو اللحوم ولا البيض ولا اللبن هو الخضار ليش؟ لأنه نحن بدنا نعوده على الطعم اللي ما كتير فيه سكر فإذا أعطيناه فواكه بعدين خضار ببطل يأخد الخضار بيقول لك أنه بدي فواكه بدي سكر بدي طعم حلو لذلك وكتير من الأطفال على فكرة بيرفضوا يأكلوا الخضار بسبب غلط الأهالي يعني عاي من لما بيكون هو بالشهر أولى وبس نحن الكبار بنعاني نعم إذا أكل سكر نازم يأخد خضار نعم هو بيأكل خضار مرحلة الثانية نحن بنخلط لخضار وفاكهة يعني حتى الطعم بيكون مكسور شوي فيه فاكهة بس شوي مكسور بالخضار مشان ما يعطيناه طعم سكر عالي ببطل يرفض بيرفض بيصير ماء إذا أعطيته مثلا بطاطا جزر كوسة بعد سفط طعم بيقول لك هذا ما فيه طعم بالنسبة له فدخل الفواكه بيحذر شديد وشوي شوي بعدين المرحلة الثانية بتكون إدخال الفواكه وطبعا بعض الأنواع من الفواكه ممكن لها وأهم أهم نقطة أنه ندخلها نوع نوع يعني ما بصير أعطيه بنفس اليوم كوسة وبطاطا وجزر وبيتنجان ليش لأنه لا سمح الله إذا صار معه حساسية فأنا ما حأعرف من شو من أي نوع صار معه الحساسية فبدي أعطيه النوع ثلاثة أيام وراء بعضة وأتأكد أنه ما عنده حساسية خلص بعمل تشك خلص وهذه آمنة وهيك لحتى أوصل لمرحلة هو شوي بدي صبر هاي المرحلة بس هاي الخضار بالعموم يعني الخضار بالعموم ما عدا مثلا نحنا من أجل شوي البيتنجان لأنه ممكن يكون فيه عنده تحسوس من البيتنجان من أجل شوي الطماطم لأنه الحموضة اللي بالطماطم والبندورة شوي عالية بالنسبة للفواكه من أجل الحمضيات منبدأ بالممكن ندخله موز دراء النجاص التفاح الموز بالمرحلة التانية لأنه سكره أعلى من التفاح مثلا فنحنا منبدأ بالفواكه الأقل سكرية وبعدين منطلع مثلا إذا أعطيته تمر للطفل تجي تعطيه بعده تفصاحة حيقلك عطيني تمر يعني فلذلك نحن كتير مهمة تدرج بعدين منحلة الأخيرة منبدأ ندخل بعمر التسع شهور منبدأ ندخل بياض البيض بعدين البروتينات الدجاج السماك واللحم بس بكميات بسيطة جدا هيك لحتى يكتمل نموه على عمر السنة من بعدها بيصير بياكل تقريبا كل شيء لكن أيضا بيكون بكميات حذرة وموضوع الحساسية عند الأطفال كتير مهمة لذلك وجب التنبيه عليها موضوع الخضار كيف رح يكون رولا مسلوق حصرا؟ هلأ بالبداية من عمر الست أشهر للسنة بأفضل بدون ملوحة أو بهارات وإذا بدي حط زيت كمية كتير بسيطة أفضل طريقة هي السلق فعلا وأول شيء يبدأ خلوها مهروس تماما لأنه بيكون ما في أسنان أول ما يبدأ يطلع أسنان أو حتى بعد فترة عامل التسع شهور بيبدأ هاي الهرس بقلله يعني الخلط على الخلاط مثلا بقلله ليتعود ليتعود أنه يمضغ شوي بعدين خلاص بيصير بقطعه تقطيع بعدين خلاص بيصير يعني بيأكل مثل الطعام الكبير إذا بلش يصير عنده أسنان فأنا بساعده يعني كتير طفل بيصير بيتكسل يمضغ بعد فترة السنة أو إذا أنت عوتي على المهروس مثلا في أطفال معودي على اللي هو طعام الأطفال المهروس اللي بينباع بالمحلات اللي هو مثل السيريلاك أو هيك هذا الطفل بعد مثلا عمر السنة سنة ونص بطل يأكل بقية الأكل لأنه هذاك أسهل هذاك بلع بس بيبلع أما إذا أعطتي طعام جامد مثلا دجاجة أطعة دجاجة أو أطعة سمكة أو بدي يحاول فبطل بيرفضها بصير بدي جهد فالأفضل بدون بهارات وبدون ملح إذا بدي حط كميات بسيطة جدا جدا من بعد عمر السنة موضوع كتير يعني كان مستغرب بالنسبة لأنه موضوع الماء أنه لبعد الثلاث أشهر هو مسموح شو السبب؟ إي هلأ ليش نحنا بنرفض أنه ينعطى الطفل ماء أولا الطفل بحجم الصغير عمره صفر لعمره ستة أشهر هو محتاج لكل نقطة حليب لأنه كل نقطة فيه عنصر مهولة جسمه فإنحنا إذا بنا نعطيه مي سادة فهو عم يأخذ عم يعبي المعدة بدون حليب فبالتالي عم نخسر شوي جزء من الفيتامينات والمعادم والبروتين اللي لازم للنمو لذلك الأول لطفل العادي على فكرة إذا ما بيرضع من أمه حياخذ ماء إجباري لأنه بدك تحطي له حليب مع مي فلذلك هو ممكن يأخذ ماء لكن الأفضل أنه ما يأخذ لأنه الحليب العادي أو الحليب سواء بترضعه والدته أو المصنع فهو عم يأخذ احتياجه من الجوع ومن العطش يعني هو الحليب أصلا بيروي فما في داعي يأخذ ماء أصلا لحتى ما تمتلأ المعدة من بعد عمره ستة أشهر ممكن نصير نعطيه رشفات قليلة والأفضل أنه ما ينعطى بالأنينا أو ببرونة أفضل ينعطى بالملعقة أو بالكاسم الأمهات سمعوا هذه المعلومة حتى إن صاروا أنه ينبهوا علينا لا ما يصار في تخوف أنه ممكن يسبب ضرر لا لا هو مو ضرر ولكن يعني هو خلينا نقول بيأثر بشكل سلبي على النمو إذا نعطى بشكل كبير يعني إذا نعطى مرة مرتين بالأسبوع ما هيأثر وكمية بسيطة ما بيأثر ولكن إذا كل يوم أنا عم شربوا كاسة أو عم شربوا بدل مثلا النينة عم بيعطي نينة كاملة ماء طبعا هون حي يعني طيب خلينا لخص زفينا رولا شو الممنوعات اللي ممكن يأخذ الطفل حلو هلأ من قبل عمر السنة بالحقيقة في كتير ممنوعات أولا وأساسي جدا هو العسل بعض الأهالي من حرصا على أولاده أن العسل مفيد وفيه خمائر مفيدة وفيتمينات مفيدة نعم العسل مادة مفيدة جدا لكن الطفل بالمعدة عنده في هاي الخمائر الموجودة بالعسل ما بيتم هضمه بشكل جيد في المعدة لذلك هو خطر جدا وممكن يسبب له مشاكل هضمية تتحول لالتهابات لذلك العسل ممنوع بشكل تام المكسرات طبعا المكسرات سببه أنه ممكن يعمله اختناق يعني الطفل اللي الآن ما عنده أسنان وحتى اللي عنده الأسنان مو كاملة فما بيقدر يهرس بشكل كامل فالمكسرات ممنوعة عموما خصوصا الأحجام كتير كتير صغيرة حتى لو كانت مثلاً مدهوئة أو بو ممكن إذا ما هروس الهرس تام ما في ضرر ما في مشكلة بس كميات بسيطة ومن بعد عمر التسعة أشهر كمان من الأمور الممنوعة أيضا غير العسل والمكسرات ممكن نروح للحوم الحمراء بس بكميات بسيطة ممكن تنعطى بآخر شهرين من عمر السنة يعني بالشهر العاشر والإدعاش والتنعاش ممكن يبدأي نعطى لكن قبله كمان ممنوع أنه نعطي اللحم الأحمر لأنه منخاف شوي من بعض المشاكل ممكن سبب مشاكل هضمية على المضى الطويل هي أكتر الأمور اللي يعني منحذر منها هو المكسرات أو حتى مثلاً البوشار في أهل بيعطوا بوشار البوشار ترى هو منفوخ بس ممكن يعلق بالحل قوي سبب مشاكل نحن عم نحكي يعني ذكرتي بموضوع اللحمة الحمراء بس موضوع البروتين بشكل عام هلأ البروتين من دخله بشكل تدريجي هلأ هو أصلاً بالحليب اللي عم يرضعه فيه بروتين فنحن ما كتير بدنا نقلق من موضوع البروتين بالمرحلة الثانية تقريباً بعض الخضار والفواكب نبدأ ندخل بياض البيض لكن البيضة الكاملة تدخل بعد السنة وهي هي كمان من المعلومات المهمة جداً أنه ما بيسوى نعطي لطفل قبل عمر السنة البيضة كاملة نعطيه فقط بياض البيض كمان حفاظاً على صحته وجسمه كمان ممكن يكون عنده تحسس من صفار البيض أو عنده مشاكل هضمية يعني تظهر بسبب صفار البيض فالأفضل بعد عمر السنة نعطيه من البيضة الكاملة طيب بإينا دقيقة بيحتاج مكملات غزائية؟ الطفل إذا هو بمكان ما فيه شمس وإذا الدولة تعطي نصائح عامة للشعب أنه ممكن ناخد فيتامين دال كنقط أو حديد بجرعات بسيطة بعد استشار الطبيب ممكن نعطيه ما قبل عمر السنة لكن بعد عمر السنة بتتوقف المكملات إلا بعد التحاليل وأنا أفضل حتى قبل عمر السنة يعني تم عمل تحاليل لحتى نطمئن نحن كأهالي لأنه زيادة تجرعات فيتامين دال ولا الحديد ممكن يعمل مشاكل تاني عند الطفل يعني لذلك الأفضل أفضل أن نحلل والتأسيس يعني التأسيس بهذا العمر بيأثر عليه لاحقاً؟ طبعاً بيأثر على النمو على عظامه لأنه فيتامين دال مثلاً مرتبط كثير بالنمو العظمي فيتامين دال هو اللي بيساعده لتركز الكالسيوم في الجسن فهو كثير مهم للأطفال وكثير من الأطفال بسيطة عندهم تقوص بالأرجال بسبب نقص فيتامين دال ونقص تعرضهم للشمس لذلك نعم نحن ننصح بإعطاءهم بس تحت استشارة طبيب يعني إذا الطبيب ألا أعطي فأكيد أكيد تعطي لكن بعد استشارة طبيب تذكرنا موضوع سعرات الحرارية للطفل كيف ممكن أن نحسبها ومن أي عمر ممكن أن تقدر؟ وهي عمر السنة بيحتاجوا تقريباً من ألف لألف ومئتين سعر حرارية لأنه حتى لو ما بيمشي لكنه بيزحف كتير وبيتحرك كتير فهو بيستهلك سعرات حرارية بشكل عام إذا بنعطيه ملعقتين رز على الغداء مع قطعة لحمة تقريباً ستين جرام تطلع من بعض الطبخ وشوية خضار تقريباً نحن نحسبها بقبضة اليد قبضة أو قبضتين الخضار يومياً على الغداء مع حبتين الفواقع خلال اليوم هيك بيكون جيد يعني بالنسبة له مع رضعات الحليب طبعاً مع الحليب الحليب بيكون على الأقل 500 ملي طبعاً رضعات مختلفة يعني 120 أو 150 ملي مقسمة على 3 أو 4 رضعات خلال اليوم بتكون كافية للطفل بعمر السنة طبعاً أقل إذا هو بعمر أقل هيكون شوية الكميات أقل نحن نفكر أن الطفل لازم يكون مربرة بسمين ومشو هيك منقول أنه هؤلاء الأهل مهتمين فيه فعلياً لا خطأ جداً يكون الطفل عنده وزن زائد لأن الخلايا الدهنية إذا امتلت بتنقسهم بتصير خليتين فبالتالي على كبر بصير عنده سرعة باكتساب الوزن إذا عنده خلايا دهنية كتيرة لذلك الأفضل أنه ما يكتسب وزن أبداً في عمر الطفولة نحن بتلاقي أنه على كبر بيقول أنا بسرعة بسمان وأنا بسرعة بسمان بمعنى أنه عندي خلايا دهنية كبيرة لأسف خطأ أهلين هذا نشكر كل شكراً للمعلومات الغنية اختصاصية للتغذير ولعلو شكراً جزيلاً لك وشكراً موصول لكم مشاهدينا فيكم تابعونا على منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام شكراً لك بكرة حلقة جديدة ستة المسائل بتوئيد دمشق نشوفكم بخير